دشن مدير عام مديرية خنفر بمحافظة أبيان مازن اليوسفي ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية محمود علي سبعة دشن سير الامتحانات النهائية لشهادة الثانوية العامة في مركز ثانوية الفاروق للبنين بجعار وثانوية الزهراء للبنات بجعار وثانوية سمية بمنطقة المخزن وخلال التجوال بالقاعات الامتحانية استمعا لشرحا مفصلا من قبل المشرفين أو لشرحا مفصل من قبل المشرفين حول سير العملية الامتحانية واشهد مدير عام خنفر بما شاهده من انضباط لحضور الطلاب والطالبات والملاحظين والمرافقين في قاعات الامتحانات وكذلك الأجواء المناسبة لتأدية الطلاب والطالبات للامتحانات مشيدا بجهود مكتب التربية والتعليم بخنفر وحسن الاعداد والتحضير الجيد لنجاح الامتحانات اشتركوا في القناة